جيد مورنين كويت انت تسمع نغم الصباح من فترة لفترة نلتقي دائما مواهب جدا جميلة بنغم الصباح خاصة يوم الخميس نستمتع بصواتهم نستمتع ببداعاتهم ودائما سؤالنا لهم متى نشوف عمل لكم خاص وهما دائما يترددون يقولون ان شاء الله قريب ولكن هدى عبدالعزيز فنانتنا اللي كانت متواجدة معنا في نغم الصباح في لايف من السيديو كان اجابتها جدا واضحة يوم قالت قريب وفعلا تبارك الرحمن مؤخرا اطرحت اغنية يديدة اسمها تبغى الرياض ومنو ما يبغى الرياض والله هدى بعمل جدا جميل واغنية رائعة الحين تنضم لنا باتصال هاتفي هدى صباح الخير اهلا صباح النور اخيرا حققتها ها اخيرا سمعنا غنية سنقل منك الف مفروك يا هدى الله يباري فيك نبيني نعرف اكثر عن الاغنية يعني تبغى الرياض عنوان مشوق يعني منو مثل ما يقول منو ما يبغى الرياض كلمينا اكثر عن الاغنية هذي اه طبعا الاغنية كلمات حبيبتي وصديقتي الداعم الأول ليال والحان الحان ليال جميل توزيع محمد الشطي اه تبغى الرياض قلت تبغى الرياض لأن اصلب صديقاتي اه من الرياض فقدمت لهم شيء بصير يعني حبايبنا يوالله حبايبنا يوالله حبايبنا حبايبنا وزيراننا الرياض هدى عادة بالاغاني الواحد اول ما ينزل عمل دائما يحب ان يسوي فيديو كليب عساس ان يبتدي نشل اغنية هل انت في صدد ان تسوي لها فيديو كليب ولا لحد الحين الموضوع مو موجود والله لحد الحين يعني بس واي نفس يعني حلو حلو جميل اغنية وصلت لنا وسمعناها والاغنية واي جميلة اليوم سواري الحين بعد ما طمعنا بالاغنية نقول متى البوم هدى متى نشوف البوم هدى ان شاء الله قريب ببن الله قريب 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 جدا قريب جدا هدى انا دائما كنت اقولك بالستيديو حتى يعني فريقنا دائما يقول انت من المبدعين والاصوات الجميلة الي احنا متفائلين ان ان شاء الله بالمستقبل الاكيد ان راح نشوف هدى راح تصعد للأعلى ودائما مبدعه ودائما اختياراتها جميلة اذا كنا طمعانين الحين نسمع تبغى الرياض بصوتك قبل ان نسمعها شنو ممكن تقولين فيها نقول لا نقول ادري جرح وادري خاطي وقصرتنا يا ما عليك علمتني معنا الرضا الاول خطى مني كبير خل اللي بي قبلي مضا وانا مع جود كثير هذه كويت هذا الفضا تبغى الرياض والله يصير خل اللي بي قبلي مضا وانا مع جود كثير هذه كويت هذا الفضا تبغى الرياض والله يصير الله عليك الله عليك كلتو في قليلتش يا هده وان شاء الله نشوف البومش قريب برافو عليك والحين اللي وده يسمع تبغى الرياض بصوت هده عبد العزيز واللي بخطط بسفرة الصيف ولا بالويكند الرياض طول على الأغنية وانت بالدربة أو بالطيارة واسمع هده عبد العزيز تقول عن الرياض ترجمة نانسي قنقر